موسيقى 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 تجربة المقربة عامت 85% المرة جاية تعمل 90% و95% الحمد لله هيا قدمنا العرض لقيت مجهود بالنسبة للشباب اللي كانوا يمثلوا معاك الموسيقى انك ازاي تقليم ازاي كل واحد يقدر جربة طاعة هم كانوا اكتر من كده يعني اخترتون زاي اقول لك هم كانوا اكتر من كده اخترتون بناءا عن من ايمانه اعلى يعني في جيه وبسط من فكرة ومشي وفي جيه وجيه مره البعدها وجيه كل يوم فدافع عرفت من كده ان هو مقامن بالفكرة انما اللي جي مره ومشي ده كي يهيس مش عارف ايه جاي بيرسن عليهم انه بيعرف يرقص او جاي بيرسن عليهم انه بيعرف يغني لكن في النهاية ما بيعاملش شيء عمل لكن الناس اللي بيقيت هيا الناس المحترمة هيا الناس اللي بيع تخلص دروسها وتيجي تزاكن البروفة هيا الناس اللي بيع تصفتهمها على البروفة وهو غسانة وعلاق وصعيد وعواد ومروان وخطاب ومحمد حسن كل الناس دول فنانين دول اهل الامام دول مش فنانين من بره دول مش مسرح قومي اي مسرح علاقة بالوزر هل مش تابع لوزارة الثقافة انا ازاي انا اصلا خريق اكاديمية الفنون معلق اي مسرحية القسم الخمسيلي واخرام طبعا تابع لوزارة الثقافة هل هناك دعم مادي لمسر لا هم لسا لسا مدوناش دعم مادي للتجربة لكن وعدونا ان احنا لما نورم المشاهدة الاولى للعرض بشكل فيديو ويطلعونا دعم مادي مصر فيديو على العرض بقى الموضوع بشكل اكبر وناس قدونها بكل احترام وكده بس هو ده كان شرقهم يعني فتمام الموضوع بيعبر عن المقهورين المقهورون دول هما صنع من خلاله او عشان من مصرح الشارع عشان هما دول المقهورين من المجتمع اللي مش بيلاقوا تعليم كويس اللي مش بيلاقوا مواصمات كويسة اللي مش بيلاقوا فن كويس وغزبا عنه عشان في منطقة شعبية او منطقة عشرائية سمع مزيكة غريبة توني اليوم مزيكة غريبة توني اليوم وما لو شاف فنه مستقنة هبتدي يلتخط ليه ويمتدي بدليل انه حصل الناس فعلا انتفتت بالتجربة ويقودوا يغنوا ويرابوا ويقنوا بيت بوكس ويقنفوا كلامي يرابوا وقف عادة كل خميش اشراف بس مني كل واحد فيهم عنده فنه وكل واحد فيهم عنده موضوعه وصف انها هي شوية اشراف منه بس و استاذ الفنان الجميل اسلامي هل هناك مقهورين في الامامة؟ طبعا هناك مقهورين في مصر كلها مصر كلها لاننا مقهورين بدليل بسبب السياسة القديمة اللي كانت عندنا لكن احنا خلاص بعنا بعد الثورة ان احنا نصور حتى على انفسنا وعلى العادات التقليد ان كان شعبي مش عارف ايه الناس كتير قاعدت لي عيب كتير ومالاش تعمل كده واليوم هي يجوز لكن الناس بتتحدى الزمن يعني او لما مش عامل كده هعمل ايه اروح اعود على الهوة واجه في السير بخير او 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 حاجات هايفة لكن على الهقل التجربة اللي عملناها خلت عن كل واحد فينا ذكره مهمة في حياته وتتكلم عنها بشكل مهم واحد هي المنصود منها اسلام يا بعد رسالة الناس اللي فهم حم بيكلموا العشويات الناس اللي فهم احنا مرقودين اهم احنا سلطة باوصلين على الطريق الفند وبنعمل فدنا على قدنا فهنا بنوصل لنا شوفوا نوصل لكم صدمة على عشان سيهتموا بنا شوائد خد رأيك اه طبعا اعطي معاونا فشتوا طبعا تكلمنا لهو وقيتوا بحاجاتوا عيانا وموقعوا برقص فيها وينليه فكرة حاجة بديدة تانية ان شاء الله بط ان شاء الله بأمر الله طبعا الامام مدعنا فيها من النهار طبعا انا لو امتلعنا من الامام نموت انا احنا امتلعنا من الامام نموت خالبس ايه اعجب احترام الحرارة انا مسمى يعني سيدنا الامام ده ايه حي الأسر العريقة زي محرم بيه يعني الامام عندنا انا عندهم لك حي الأسر وعلي تعالى شوف المكابر الناس نايمة فيها ازاي سكان المكابر هنا هو تلت سكان القاهرة امام الشامعي بارين شوف المية اللي طفها المية وصلة للماسجد هنا حتى الماسجد مجيش حد ما تم بيه اشتركوا في القناة